ازايكم عاملين ايه يا ربكونا بخير توقعات يوم 19 يوليو لعام 2022 يوم مهم جدا 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 للأبراج النارية بالاخص لان كوكب عطارت بالنسبة لنا هيكون موجود ببرج الاسد وكمان الامر هيكون موجود ببرج الحمل فاذا احنا عندنا العديد من الاشياء السراء اللي تسعد الأبراج النارية على قدر كتير عالي خاصة في النطاق المهني يوم مختلف على فكرة مع انه مازال وجود الامر ببرج الحمل الى انه يوم مختلف للأبراج النارية بتقدم احسن وبصورة افضل خلينا نتكلم على توقعات كل برج على حدة ونتكلم اكثر كمان على التحذيرات الموجهة لكل برج نبدأ ببرج الحمل برج الحمل بالنسبة لك انت عندك كتير بداية مهنية رائعة جدا جدا عندك خبر ما في الادارة المهنية او الجو المهني مكسب حلو كتير في النطاق المهني قدر اقول ان انت عندك فيه شيء كأنك بتفلك منه يعني عارف كده فكرة ان انت تبقى ماشي وكنت هتقع فتلاقي نفسك انك تنجت اتنجت هو ده بالزبط فانت عندك فيه نجاح من ازمة في الامر المهنية فتيجي تقول يا ده كويس ان انا خدت الخطوة دي كويس ان فلان ندني عشان ما اعش كويس فعندك ده فاذا فيه فعلا نجاح من امر ما كنت ممكن تقع فيه هتكتشفه خلال يوم تسعتاشر بالنسبة لك يوم تسعتاشر هيكون امر جيد كتير في النطاق المهني بداية حلوة جدا جدا اليوم مليء بالتعويض يعني يوم حلوة قوي قوي ان انت تقدر تعاوض برضو نفسك ان انت تتخذ مشاوير اجراءات تعاملات اليوم حلوة كتير انك تنجز يعني حلوة كتير انك تخلص مشاوير تعاملات الاخية يعني ويوم حلوة كمان في العلاقات قوي قوي ان انت تقرب من فلان من علان الاخة يوم هتسمع فيه اخبار سهرة كثير متعلقة ببداية شيء او مكسب لشيء او انتصار لحاجة معينة او استقرار عاطفي اما بقى بالنسبة لي برج السور برج السور خلي بالك اليوم بالنسبة لك هيكون فيه نوعا ما من المعكسة تقول لك حاول على قد ما تقدر ان انت تخلي بالك كتير من ان انت تبقى عايز خاصة في الوضع المهني ان انت تبقى عايز تستقر في حاجة اوي وعايز ان انت تنتصر في حاجة اوي وعايز عند على حاجة اوي وفي نفس الوقت يكون ده امر غلط جدا يعني العند غير مسموح بي ان انت تخلص مشوير وتقول لا انا لازم اجي على عارف لما تقول انا لازم اخلص المشوار ده النهاردة قبل بكرة ولازم انجزه لازم مش ما بلاش بقولك فعليا ما بلاش اليوم مش مناسب اليوم مش مناسب ليك لانها هتحس بتقول انت هتبقى عايز تخلص مشوار عايز تخلص اجراء تقيل في حاجة صعبة عايز تنجزها عايز تخلص من حاجة معينة لانها هيكون ده بيبقى جو غير لطيف تماما بيبقى فيه مشكلة او فيه ضغط ممكن تقابله او خلافات عديدة ابعد عن الاشخاص كمان المستفزين او الاشخاص السلبين او الاشخاص اللي انت ممكن تكون على عند معاهم يعني حاول على قد ما تقدر ان انت اي شخص انت شايف ان هو ممكن يكون مش حبيب لك الخل ابعد عنه احسن عارف فكرة لو ابعد عن الشر وغنيله محتاج ده جدا برج الجوزاء برج الجوزاء يوم حلو يوم حلو جدا جدا حاولوا كتير استغلال طاقة اليوم حاولوا كتير ان انتو يعني اليوم بالنسبة لكم لطيف كتير لان عندك علاقات وعندك ودو وي تزداد العلاقات اكثر تزداد القوة الروابط اكتر بالنسبة لك عندك كتير ان انت بتتواصل مع اشخاص بقالك كتير ما توصلتش معاهم عندك صحبة جديدة بتدخل معاهم باطار مواضيع او كلام عندك علاقات طيبة عندك كتير اصدقاء هيكونوا داعمين ليك عندك نصايح معرض لها كتير عندك بعض الازمات اللي فعليا بتصل الى حلول ليها بصورة كتير قوية الحلول او المشاكل دي مؤثرة قوي قوي على الوضع المهني يعني في مشاكل مهنية او ضغوط مهنية لانت بتخرج منها انت بتكون افضل انت بتكون احسن انت عندك تطوير اكثر فاكثر اما بقى بالنسبة ليه برج السرطان برج السرطان بالنسبة لك انت عندك يوم هيكون فيه كتير من الامور اولا العاطفة فيها تحسن يعني برضو ما زال تحسن العاطفة ما زال فيها تحسن يعني فيه اخبار سرة عند العلاقات المتربطة فيه ترابط اكثر العلاقات اللي فيها تقطيع في بعض فيها ان انت بتقدر ذاتك اكثر وبتعرف تخرج من الهزيمة بتعرف تخرج من هزيمة عاطفية لكن عندك قرار يخص أمور مالية ومهنية كمان يعني عندك فيه إجراء مهني أو إجراء مالي فيه بداية مشروع فيه بداية لقرار ما فيه الإطار المالي فيه تعاقد بس خلي بالك كتير من التعاقدات لازم أن أنت تكون واخد بالك أنها تحمل إطار قانوني خلي بالك من أي تلاعب في الأمور المهنية يا برج السرطان أو أمور مالية أما بالنسبة ليه برج الأسد برج الأسد الوضع المهني هيبدأ معاك أنه يتحسن بصورة كتير قوية أخبار سرة متعلقة بالشأن المهني ممكن تكون عروض مهنية تأتي لك بالنسبة لك كمان هيكون عندك فيه خطوة حلوة قوي قوي لها علاقة بجرأة لها علاقة بالقوة في التعامل لها علاقة بأنك أنت عندك تحسن في الفكرة أكتر شايف أنه يوم يعني رائع كتير ومميز فيه أن أنت تنطلق ناحية الخطوات المهنية عايز تقدم على وظيفة عايز تصلح علاقة عايز تبتدي مع أشخاص عايز أن أنت تصلح من ذاتك أنت وتصلح من أخطاء ارتكبت في الماضي أو السابق فبالنسبة لك الوقت لذيذ كتير بالنسبة لك فترة حلوة قوي ليه أن أنت تقعد مع حد تتصافة يعني أن أنت تتصافوا مع بعض أن أنت تتراضوا فيه مشكلة معينة أو من مشكلة معينة برج العزراء برج العزراء برضو مازال تخلي بالك كتير من المشاكل المهنية بالذات بقى اليوم ده أكتر بقى لأن اليوم ده صعب اليوم ده بالنسبة لك فيه جدل اليوم ده بالنسبة لك فيه أعداء في الوضع المهني جدا ممكن تدخل في خناقة في خلاف في مشكلة فلازم تكون حذر كتير من الخلافات المهنية وانك ما تدخلش نفسك في اي حوارات سلبية في النطاق المهني حاول كتير انك انت تعدي الليلة يعني اللي هو ما جذفش مع حد ما عانيتش حد ما استفزش اشخاص لان انت هتكون لو انت حاولت انك تستفز اشخاص في الاطار المهني هم كمان هيحاولوا يستفزوك قوي وهتداء كتير في الامور المهنية خلي بالك كتير من الاجراءات الورقية الوقت مش لطيف في الشاركات المهنية الوقت مش لطيف للعقود المهنية والبيع والشرع خلي بالكم كتير قوي من النقطة دي برج العزراء لانه يبقى فيها تلاعب وفيها حاجة در ريك الميزان برج الميزان بالنسبة لك هيكون عندك كتير من الاشخاص الداعمين خاصة في نطاق المهني انت بالنسبة لك عارف لما يبقى خلق اجدية مش عايز تشتغل عارف لما يبقى كل أجدية أنت بتشتغل على مضض شوية هيكون فيه أشخاص بيدعموك أشخاص هيبقوا بيحاولوا أنهم يساعدوك يخرجوك من الطاقة السلبية أو الطاقة الضغطة خاصة في النطاق المهني عندك أشخاص هيكونوا بيقدرون جدا وكمان بيقاتوا ليك بعروض مهنية متميزة فيه أشخاص بيشاركوك كتير الفكر بيشاركوك كتير يومك وده قد إيه هيبقى النطاق بيدعمك وبصورة كتير قوية خاصة الأبراج النارية خاصة الأبراج النارية عندك أصدقاء بقى لك كتير ما شفتهمش هتشوفهم عندك تعاملات اجتماعية حلوة أو تعاملات عائلية يا برج الميزة فإذا اليوم أنا شايفة أنه هو يوم رائع كتير ومميز العرب برج العرب أنت هتخلي بالك على الوضع الصحي أي نعم بس هتخلي بالك أكتر على القرارات الخاصة بك عارف قراراتك أنت نفسك ممكن تتأذي بيها يعني اليوم ما بلاش أنت تقول أنا قررت كذا أنا هنهي الموضوع كذا أنا هبتدي كذا لا فكرة أن أنت تقرر قرار دي أمر بالنسبة لك هيبقى سلبي عليك أنت يعني حاول على قد ما تقدر أنك أنت تكون حريص على ما تبقاش منفعل ما تبقاش عندك قرارات ما تتصرعش بكلام ما تتصرعش لقول ولا فعل لأن ده هيأثر كتير على صحيتك خاصة لو أنت من أصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر وقالك لأنه ممكن يحصل فيه نسب تعلي فتأثر صحيا النقطة التانية لو بتعاني من مشكلة صحية ما بلاش تجهد نفسك بأسلوب متزايد وأن أنت تضغط نفسك في مشاوير في إجراءات في صعوبات خلي بالكم كتير لو الوضع الصحي مش متحمل ليبقى أدي نفسك أجازة مهم جدا ده ده بالنسبة ليه برج العقرب أما برج القوس برج القوس يعني ما شاء الله بقى برج القوس أنت محظوظ جدا جدا خلال اليوم ليبقى لأن أنت الأمر بالمنزل الخامس وكمان عطارت موجود دولتي بالمنزل التاسع حظ أفضل كتير في النطاق المهني والمالية بالنسبة لك إجراءات مالية رائعة يعني فيه تحسن في الأمور المالية جدا تحسن فيه الأمور المتعلقة بالبدايات وتصليح العلاقات وأخذ الخطوات الجديدة عندك وضع جيد جدا جدا فيه لمة عيلة لمة شمل ترابط فرحة تخص الأولاد أو الموليد ده رقم واحد النقطة الثانية خطوات مهنية قد إيه هتكون رائعة ومتميزة وتسمى أو تسبب صالح لك أو تسبب إيجابية لك جدا جدا النقطة اللي بعد كده أنه يكون عندنا فيه أمر جيد جدا جدا متعلق ببداية يعني عندك فيه بداية أو أخذ خطوة جيدة هتبقى برضه رائعة يعني أيا كانت البداية دي إيه الوضع المالي هيبقى فيه تحسن حلوة أوي فيه كلام أو أمور تخصه كلام على وضع مالي هيبقى بالنسبة لك ليه مردود إيجابي أو ليه مردود جيد على شخص القوص جدا يوم حلو يوم نطيف أنتوا المفروض تستغلوا أورسي تمام برج الجدي برج الجدي خلي بالكم شوية منطقة اليوم يعني ما بلاش أني أنا أكون خاصة كمان التصرع فيه البيع الشرق العقود العروض العقود عامة لازم أخلي بالي كويس جدا منها خاصة في النطاق المهني كمان تخلي بالكم كويس قوي لأن ممكن يحصل بعض المشاكسات أو الخلافات لازم تكون حذر نوعا ما كمان فكرة أن أنت تكون عندك خلاف مع حد فبتحاول أنت قال يعني أصلح العلاقة لا ده مش هيبقى حاجة كويسة بالنسبة لك حاول لو هتصلح العلاقة يبقى تبتعد عن الانتقاضية يعني أصلح العلاقة لو ما بلاش أني أنا أقعد أجادل اللي هو أنت قلت وانا عملت وانت سويت وانت غلت لا نصلح يعني أعمل النهاردة تشرب شاي عمل لك شاي معي ولا ده حاجة لذيذة جدا جدا فدي حاجة تبقى حلوة يعني عارفين أمي الله يرحمها والله يفجد ولا كانت لما تيجي مثلا تزعل مع بابا يعني فهم اللي اتنين إيه متخنقين مثلا زعلانين بيزعلوا على أدفع الأسباب الله يرحمها يعني ففي الأخير خالص لسه مزعلانين مع بعض عاملين كده يقول بابا يقولها أنا هعمل شاي أعملك معي فتقوله اعمل لي يقولها تبقوا معمليلنا بقى يلا مع بعض بيتصلحوا بنفس الطريقة يعني فالله يعني الله يرحمها فعندك ده جدا يا برج الجدي يعني عندك النقطة دي لو عايز تصلح علاقات صلحها بالنطاق ده أو بالطريقة دي جدا برج الدلو برج الدلو بالنسبة لك أنت عندك يوم هيكون فيه علاقات أكثر فيه تواصل حلو جدا جدا فيه كتير من الود والتقارب ما بينك وما بين الآخرين فيه تعاملات عائلية جيدة فيه بالنسبة لك أشياء سرها تكون موجودة لها علاقة بيه أن أنت تصل إلى حلولة يعني عندك أزمة معينة أو مشكلة لا بتعرف أن أنت تصل إلى حل فيها أما بالنسبة ليه أخيرا برج الحوت برج الحوت أنت عندك يوم أقدر أقولك أن فيه بعض الاختلافات المالية اللي لازم تكون حذر جدا جدا منها خلي بالك كتير أنت تبقى عايز تصلح بعض الأخطاء المهنية والمالية خلي بالك من أغذ خطواتك حاول تستشير بعض الأشخاص في الخطوات اللي أنت ممكن تتخذها في إطار مهني أو مالي لأن ده ممكن يصب لو أنت تسرعت بأغذى قرار خاص من نفسك ممكن تقع بمشكلة فلازم ناخد بالنا كويس أو ده بالنسبة لبرج الحوت وده بالنسبة لكل الأبراج بتمنى لكم يوم سعيد عليكم إن شاء الله وما تنسوش لايك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام